كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة بريطانية أن الأواني الزجاجية الملونة قد تسبب خطرا صحيا مميتا خاصة تلك التي تستخدم مع الطعام والشراب تفاصيل أوفى مع المختصة في الملف الصحي في غرفة أخبار الآن عبير عبدالله انتهت ملفاتنا حذرت دراسة بريطانية جديدة من استخدام الأواني الزجاجية التي تحتوي على رسومات ملونة وأكواب الشرب المصنوعة من الزجاج المزخرف يشكل خطرا على الصحة إذ أن الأصبغة المستخدمة لتزيين الأواني الزجاجية العصرية قد تحمل مواد معدنية سامة ورواسب مركزة من معدني الكاديميوم والرصاص وقال أحد القائمين على الدراسة أنه خلال أبحاثنا التي أجريناها لمعرفة المواد التي تهدد صحة الإنسان أكتشفنا أن الأواني والأكواب الزجاجية المزينة برسومات ملونة والتي يستخدمها الكثير منا تحتوي على رواسب مركزة بنسب عالية من المعادن الثقيلة والتي يؤدي دخولها إلى الجسم لمضاعفات خطيرة على الصحة حيث وجد الرصاص في الألوان والطلاء الذهبي بينما كان تركيز الكاديميوم في الطلاء الأحمر أعلى وعند استخدامها على المدى الطويل مع الأطعمة وتفاعل تلك المعادن مع المشروبات الساخنة والحمضية يمكن لتلك الصبغات أن تدخل إلى الجسم مسبب تراكم تلك المعادن الأمر الذي يسبب تلفا في الجهاز العصبي والدماغ فضلا عن مضاعفات خطيرة على الكبد والأعضاء الحيوية الأخرى ويذكر أن مادة الكاديميوم يمكن أن تسبب السرطان كما ربطت بعض الدراسات بينها وبين لين العظام ومشاكل الكلة الحادة كما يمكن أن يؤدي الرصاص في أجسام الأطفال إلى حدوث مشاكل في النمو ترجمة نانسي قنقر